السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل مع بعض فاخدة ضاني بتدبيلة روعة جدا وهتعجبكو وبطعم زمان الفاخدة الضاني الجميلة اللي كنا بنعملها مع امهاتنا وجداتنا نجيب فاخدة ضاني وهنجيب مية بصل مش البصل هنعصر يعني البصل المية بتاعته اللي هنستخدمها نحط نص كباية زيت معاها وباقية التدبيلة طبعا فلفل اسود وكمون وبشر طماطم ومعلقة صلصة عليهم او معلقة كاتشاب زي ما تحبي يعني نجيب رشة جسط طيب مش كبيرة قوي يعني حاجة كده بسيطة بتديها طعم وريحة حلو قوي نجيب كمان بقى ثلاث معالق مستردة ده الجديد بقى فيها بيخلي طعمها روعة روعة طبعا رشة الملح بتاعتك ده على حسب المزاق بتاعك وحبهن مطحون اللي حبهن كمان بيديها طعم جميل جدا جدا وريحة حلوة قوي قوي ونبدأ بقى نمسك كده الفخدة قدامنا ونرش رش كده بالمعلقة زي ما احنا شايفين كده نخليها يعني نغرقها نغرقها كده بالتدبيلة بتاعتنا الحلوة دي بحيث ان كل جزء فيها يتشرب من التدبيلة زي ما احنا شايفين كده ان احنا ان انا بادلق كده دلق فيها وبفضل اديها كده المساج بتاعها بحيث ان كل التدبيلة تتغلغل في اللحم كله ما سيبش حتة ما فيهاش طبعا انت الجزار بيكون مؤطع حالك كده مش رح حالك كده يا اما ان ما عملهاش هو انت ممكن تعمليها بنفسك يعني سهل لا ما الصعب تنسوش بقى تحط اللايك وحنا كده مع بعض قبل ما تنسوا بنبتدي بقى نديها المساج بقى زي ما قلنا كده فيه خطوة بس انا كنت نسيت عملها ان احنا لازم يعني برضو كمان غير تشريح اللحمة كده ان احنا يعني نديها كده شكشكة كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده يعني نحاول ان احنا نغرز فيها السكينة كده فيها كلها يعني في الوش وبرضو انا هقلبها دلوقتي قدامكم وهعملها برضو كمان من الضار وندي بقى التدبيلة بحيث انها هتتشرب كمان يعني مش هتبقى على الوش بس كده لا هتبقى جوة اللحمة كله طبعا احنا كلنا شطرين وكلنا بنعمل الحكاية دي بس يعني انا حبيت برضو يعني ااكد لكم عليها لانها فعلا بتفرق جدا جدا في الطعم وان التدبيلة تبقى يعني يبقى اللحم كله شارب زي ما بنقول كده من التدبيلة بتاعتنا غرزناها كلها كده بالسكينة زي ما شفنا وديناها تاني التدبيلة ودينا لها بقى المساج الحلو بقى بتاعنا ده كده كلها كلها كده وحطناها بقى في التلاجة لنلفها كده يعني بحاجة ونحطاها فلسطينية بتاعتها في التلاجة ليلا كاملة بحيث ان اللحم شوفوا اللحم لونه بقى وردي ازاي ويعني جميل ازاي يعني تحيث ان اللحم دبل كده شوية من كتر ما هو شرب التدبيلة العلوة دي ده بيفرق جدا في طعم اللحم مسكناها بقى حطناها على ورق زبدة كده زي ما انتم شايفين بعد ما خرجناها من التلاجة وبعدين هنلفها بفايل كمان يعني ورق الزبدة وورق فايل نلفها كويس قوي ونحطها بقى في صانية كده حلوة كده كبيرة بحيث ان هي تبقى واخدى راحتها في السوا وندخلها فيه فرن درجة حرارة عالية جدا يعني ان ما كانش 180 تبقى 200 درجة كل ما درجة الحرارة تبقى عالية لو ما عندكيش درجة حرارة في الفرن بتاعك ممكن جدا ان انت تسخن الفرن حوالي تلت ساعة او نص ساعة قبل ما تدخليها لفناها كده زي ما انتم شايفين بالفايل لفة حلوة دخلناها الفرن قعدناها قعدت معي يعني الفاخدة دي كانت حوالي اتنين ونص تلاتة كيلو قعدت من ساعتين ونص التلاتة يعني الساعتين ونص الاولين سوا وبعدين شلت بقى الفايل وورق الزبدة من عليها وحطتها تحت الشواية خدت الوش الأحمر الجميل اللي انتم شايفينه ده كده يعني حوالي مثلا نص ساعة او ربع ساعة يعني هي في المجمع من ساعتين ونص التلاتة يعني سايح ونيح كده زي ما بيقوله كده بالضبط بس انا بالحقيقة مسك التليفون بيدي اليمين وبقطع بالسكينة بيدي الشمال فمش مالكة خلص زي ما انتم شايفين كده يعني ايدي مش مالكة ان انا اطلع بالسكينة اللحم اورهلكو بس هو باين طبعا قدامكم زي ما انتم شايفين شوفوا اللحم مستوي ازاي مستوي وكان مزقها الحقيقة يعني بألفة هنا وشوفة اللي كانوا منها عجبتهم جدا 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 وطالبوا مني ما عملش غير التدبيلة دي بعد كده يعني كانت تدبيلة راوعة الحقيقة يعني اللحم مستوي كله واخد بقى من طعم التدبيلة وطعم المسترده فيها الحقيقة كانت جميلة جدا جدا تغني عن اي حاجة تانية شوفوا اللحم بيتقطع ازاي يعني بكل سهولة يعني بصراحة بقت بقطعها يعني وانا بقطعها وبطلع اللحم منها اللحم بيقع عارفين كده لما اللحم يقع كده من ال وانا بقطع بالسكينة بصراحة يعني كانت خطيرة 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 واستوت حلوة قوي قوي ومتدبيلة كويس وحاجة حلوة جدا جربوها ومش هتندموا على التدبيلة دي وهتطلب منكو دايما دايما على طول يعني انا يا رب يكون كده الفيديو عجبكو وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وعشان يوصلكو كل جديد بعملهولكو وان شاء الله تنلق إعجابكو وكون دايما كده يا رب عند حصن ظنكو وشكرا شكرا لكل المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة